موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرط الاقتصادية من قناة يمن شباب والبداية بأبرز العالم موسيقى الحكومة تستعد لاستئناف انتاج وتصدير اللفت من حقول جديدة خلال الايام المقبلة موسيقى تراجع طفيف للعملات الاجنبية والبنك المركزي يحيل 120 قضية الى النيابة بشأن شركات الصراطة المخالفة موسيقى تحركات اقتصادية في عدن وسط تطلعات بنجاحها في تقفيف الاعباء على المواطنين موسيقى اهلا بكم قال رئيس الوزراء معين عبد الملك ان الحكومة ستعمل خلال الايام المقبلة على استئناف انتاج وتكرير وتصدير النفط من حقول نفطية جديدة واضاف عبد الملك خلال اجتماع لمجلس الوزراء ان صادرة النفط والخام ستعمل على دعم الاحتياطي النقدي في البنك المركزي وتستعيد عمل الدورة النقدية للبنك بما يسهم بشكل مباشر على سيطرة البنك على السوق المصرفية والحد من عمليات المضاربات التي ينتهجها الصرافون بطرق غير مشروعة واشدد الرئيس الوزراء على سرعة البحث مع البنك المركزي للبحث عن آليات عمل لتمويل الموازنة من مصادر غير تضخمية والتواصل مع الدول الداعمة لليمن بهدف تأمين وداء عملية لدى البنك المركزي سجلت أسعار العملات الأجنبية تراجعا طفيفا حيث تراجعت قيمة الدولار الأمريكي بشكل ضئيل إلى 745 أمام الريال اليمني وأرجع مصر في يونة تراجع الدولار لغياب وجود محفزات الصعودي للتسابق على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بسبب استمرار إضراب التجار في بعض المحافظات اليمنية وسجل الريال السعودي هو الآخر تراجعا بنحو 196 ريال لمؤشرات البيع وبلغ سعر الريال السعودي بالنسبة لتداولات أشراء من نحو 195 ريال وكان الريال اليمني قد شهد أدنى تراجع له في تاريخه منذ أوسطس الباضي أمام العملات الأجنبية حيث تجاوز الدولار الواحد 800 مقابل الريال اليمني قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 750 للريال اليمني وحذر خبراء مصرفيون من أن أزمة تنهيار أسعار صرف العملة اليمنية أمام الأجنبية ستطلق إما ويمكن أن تأخذ منحا خطيرا في الأيام القادمة ما لم تتدارك الحكومة والبنك المركزي ذلك من خلال وضع معالجات حقيقية تخفف من حدة تلك الأزمة على المدى القصير وتساهم في استقرار وتحسن أسعارها في الأجل الطويل البنك المركزي يحيل 120 قضية إلى النيابة عن محلات وشركات الصرافة المخالفة قال تقرير اقتصادي صادر عن قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني إن المتجرة بالعملات الأجنبية وانهيار قيمة صرف الريال اليمني بصورة سريعة بطل استمرار الحرب في اليمن وتابعاتها ساعدت كثيرا في تنامي وانتشار مكاتب ومحلات الصرافة في أقل من عامين ماضيين وبصورة مخالفة للوائح والأنظمة وأشار التقرير إلى أنه في عدن وحدها هناك أكثر من 60 منشأة وشركة فردية غير مصرحة تعمل في مجال الصرافة والتحويلات المالية العامة وأوضح البنك المركزي في التقرير له عن نتائج الحملة الشاملة ضد محلات الصرافة المخالفة أنه مع اقتراب انتهاء عام 2018 تجوزت محلات الصرافة الغير مرقصة إلى 60 مكتبا ومحل صرافة تعمل بدون أي ترخص من قبل البنك المركزي اليمني وأشار إلى أن عدد المحلات والشركات والمكاتب العاملة في مجال الصرافة والتحويلات المالية قبل عام 2015 كان ليتجاوز أربعين ما بين شركات ومنشآت فردية وعن نتائج الحملة الخاصة التي يقوم بها قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني بمعية نيابة الأموال العامة في محافظة عدن فقد تم إحالة أكثر من 120 قضية إلى المحاكم المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بذلك وبحسب القانون ومراعاة للمصلحة العامة قال رئيس المجلس الوزراء معين عبد الملك الحكومة إن الحكومة اعتمدت مبدأ الشفافية في توزيع ملحة الوقود السعودية المخصصة لمحطات الكهرباء وأكد عبد الملك في تغريدة له على تويتر إن التوزيع سيخضع للرقابة الصاربة على كل المحطات الكهربائية في المحافظات المحررة واعتبر رئيس الحكومة إن الشحنة النفطية السعودية والتي تبلغ قيمتها 60 مليون دولار خطوة هامة في مسيرة الاقتصاد اليمني وتنميته وإعادة الإعمار والبناء وكانت أول باخرة نفطية سعودية محملة بوقود محطات الكهرباء قد وصلت إلى ميناء عدن حاملة الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 60 مليون دولار لتزويد محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في جميع المحافظات اليمنية المحررة وبدأت شركة النفط في توزيع 62 ألف طن من الديزل و25 ألف طن من المازوت على عشر محافظات لتشغيل 64 محطة توليد كهرباء على مدار الساعة تحت إشراف ورقابة الحكومة اليمنية ليستفيد منها أكثر من ثمانية ونصف مليون مواطن يمني وصف محافظ البنك المركزي محمد زمام منحة المشتقات النفطية السعودية لليمن التابعة البالغة 60 مليون دولار شهرياً أنها تلامس احتياج معاناة المواطن اليمنية اليومية وأوضح المحافظ زمام أن المنحة ستوفر 2 مليون دولار أمريكي يومياً بما يساوي مليار وأربعمائة مليون ريال يمني على اعتبار سعر الصرف سبعمائة ريال يمني للدولار الأمريكي الأمريكي وبلد إجمالي يقدر 42 مليار ريال يمني شهرياً ومبلغ 5.4 مليارات ريال يمني سنوياً وقال إن المنحة السعودية سوف تسد العجزة في الميزانية اليمنية لهذا العام حيث بلغ العجزة في الميزانية للتسعة الأشهر من بداية العام 461 مليار ريال يمني مشيراً إلى أن المنحة ستوفر على الدولة المبلغ الذي كانت تصرفه لشراء المشتقات النفطية لا يفتأ رئيس الحكومة معين عبد الملك عن إطلاق التصريحات التي تحدد أولويات حكومته في اللحظة الراهنة مؤكداً بأن الوضع الاقتصادي والمعيشي وتحسين الخدمات على رأس أولويات حكومته بدأ أن تلك التصريحات تتطلب تطورات ملموسة على الأرض تخفف من الأعباء المعيشية التي أثقلت كاهل المواطني تفاصيل أكثر في هذا التقرير أعقب وصول رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن مع عدد من أعضاء حكومته جرى في ذات اليوم العديد من التحركات الاقتصادية التي تفصح عن أولويات الحكومة خلال الفترة الراهنة وهي إصلاح الجانب الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين التي انعدمت بشكل شبه تام منذ بدء الحرب قبل أربعة أعوام ولم تفلح أي من الحكومات المتعاقبة على توفيرها للمواطنين لاعتبارات كثيرة أهمها عدم توفر الجدية من أعلى مستويات القيادة المتمثلة بالتحالف العربي في دأم الحكومة وتسهيل مهامها حكومة معين عبد الملك وفور وصولها إلى عدن والذي صادف مع وجود السفير السعودي تم تدشين استقبال الشحن النفطي السعودية المقدمة كوقود لمحطات الكهرباء في عدن وكذلك الإعلان عن خطة لبرنامج إعادة الإعمار لتحديد احتياجات البلاد وتزمينها بحسب الأهمية وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية وأعقب ذلك إنعقاد ثلاثة لقاءات منفصلة جمعت قيادات البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية وقيادة السلطات المحلية بمحافظة عدن والضالع وأبيان من أجل تعزيز جهود العمل واستقرار الاقتصاد والعملة المحلية ولم تقتصر التحركات عند هذا الحد حيث وصلت وزيرة وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي ريم الهاشمي إلى عدن وقامت بزيارة ميناء عدن والاطلاع على نشاطه الملاحي وفقا لمصادر حكومية كما انتقت رئيس الحكومة مستعرضة آليات تفعيل عمل المؤسسات الإيرادية والسيادية في اليمن وإعادة إنتاج وتصدير وتكرير النفط وبحسب اقتصاديون فإن هذه المساعي التي تجري لإعادة تنشيط دورة الاقتصاد تبقى شكلية في حال لم يلمس المواطن أي تحسن ملموس في وضعه المعيشي مثل تحسن سعر صرف الريال اليمني وانخفاض أسعار السلع الأساسية التي سجلت ارتفاعا يفوق القدرة الشرائية للمواطن قال وزير التربية والتعليم عبدالله لملس إن الوزارة سيكون لها الدور الرئيسي لمشروع الحوافز للمعلمين من ضمن المنحة السعودية الإماراتية والبالغة 70 مليون دولار وأوضح أن الوزارة ستعمل على تحويل المبالغ أولا إلى البنك المركزي بعدن والتوزيع المباشر على المعلمين والنازحين المستفيدين على أساس كشوفات عام 2014 وبالتنسق التام بين اليونسيف ووزارة التربية بالعاصمة المؤقتة عدن جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع أرينا ضيام من منظمة اليونسيف ورئيس وحدة الشراكة العالمية عبدالرحمن الشرجبي وجواد الأوبلي من مكتب اليونسيف بعدن والذي كرس لمناقشة الدعم الدولي لقطاع التعليم والعلاقة بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسيف وأهمها إنشاء وحدة للشراكة العالمية بعدن وإعادة جدولة خطة الشراكة العالمية للفترة المتبقية من المشروع شهدت الحركة الملاحية في ميناء عدن ارتفاعاً في إجمالي عدد السفن الوافدة إليه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري 2018 واستقبل الميناء 522 سفنة بزيادة 11% عن العام الماضي وإجمالي عدد الحاويات المتداولة إلى 295601 حاوية نمطية بارتفاع قدرة 20% من إجمالي الحاويات للفترة نفسها من العام الماضي ووفقاً للإحصائية الصادرة عن مؤسسة موانئ خليج عدن فإن نسبة الزيادة في حجم البضاعة المتداولة في ميناء عدن بنوعيها الجاف والسائل ارتفعت لتصل إلى 96% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بذات الفترة خلال العام 2017 كما شهدت أرصفة ميناء المعلى تابعة لميناء عدن مداولة مرتفعة خلال تلك الفترة بزيادة تقدر نسبتها 51% عن العام 2017 وذكرت الإحصائية أن عدد البواخر الإغاثة الإنسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي والتي وصلت إلى رصيف ميناء المعلى خلال تسعة أشهر ونصف من العام الجاري بلغت 26 بخيرة بكميات تقدر ب36648 طن تنوعت بين دقيق القبح وبقوليات وسكر والأرز والقمح السائب وقع وزير الصحة وسكان بالعاصمة المؤقتة عدن عقد إعادة تأهل مستشفى عدن العام عن شركة الخدمات الاستشارية السعودية والممثلة عن الجانب السعودي وقال وزير الصحة ناصر بعوم أن تكلفة المشروع تبلغ 26 بليون دولار على أن يتم الانتهاء منه خلال فترة لن تتجاوز الستة أشهر وأوضح أن منفذ المشروع هو ذاته المقاول الذي رست عليه المناقصة في العام 2014 والذي تعثر بفعل الحرب بينما ستكون مهمة الشركة السعودية الاستشارية هي الإشراف ورفع التصورات نشرطنا الاقتصادية مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل احتجاجات متواصلة للموظفين المنقطعين في محافظة أبيان الاتحاد الأوروبي يدرب 50 شخصا من أبناء أبيان على استخدام الطاقة النظيفة شركة النفط في حضر موت تحرر سعر ندتي البترول والديزل في محطات الوكلاء اشتركوا في القناة جديد نفذ عدد من المنقطعين عن العمل مدنيين وعسكريين وقفة احتجاجية أمام مبنى المكتب التنفيذي لمحافظة أبيان بالعاصمة زنجبار احتجاجا على التسويب والمماطلة التي تتبعها الجهات المعنية في الحكومة بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية المتعلقة بمعالجة أوضاع المنقطعين بعد إنجاز اللجان المختصة مهامها بصرف رواتبها ومرت سنوات دون أن تصرف الرواتب كما أفادوا في أحاديث أدلوا بها لقناة من شباب مؤكدين بأنهم في وضع معيشي صعب وناشد الموظفين المسؤولين في المحافظة بالنظر بعين الإنصاف إلى ظروفهم ومصاعبهم التي يعانون منها بسبب عدم معالجة وضعهم الوظيفي وصرف رواتبهم وأشاروا إلى أن هناك جهات تسعى إلى تغيير في كشوفات وملفات المنقطعين واستبدالهم بأسماء أخرى وهذه قضية قانونية وأخلاقية لا ينبغي السكوت عليها وأكدوا على استمرارهم بالاحتجاج والتصعيد حتى ينالوا حقوقهم المطلبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وضمن برنامج تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمن وأنشطة مكون الطاقة الشمسية أقامت مؤسسة مساندة للتنمية بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ثلاث دورات تدريبية وتأهيلية في نطاق مديريز جبار خنفر لودر بمحافظة أبيان الدورات استهدفت خمسين شابا وشابة يتلقون خلال أسبوع دروسا نظرية وتطبيقية في مجال أنشطة ومكونات الطاقة الشمسية وطرق تركيب وتشغيل وصيانة منظومة الطاقة الشمسية في المنازل والمرافق المستفيدة من هذا البرنامج وتهدف هذه الدورات إلى اكتساب المشاركين المعارفة والخبرات في مجال تركيب وتشغيل وصيانة منظومة الطاقة الشمسية وتمكينهم من أداء أعمالهم وفقا للنظم السليمة وبكفاءة عالية أعلنت شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت عن تحرير سعر مادتين البترول والديزل في محطات الوكلة والاقتصار على تمويل المحطات التابعة للشركة في الساحل والوادي بالسعر الرسمي والمدعو وأرجعت ذلك إلى عدم قدرتها بإيفاء السوق المحلية وقلة المخزون لديها نتيجة قلة النسبة المخصصة لها من التجارة أو من التجار وقلة الواردات ولوحظا عدم مادة البترول بالسعر المدعوم من المحطات المحددة ما سهم في نشر الخوف لدى المواطنين ورفع السعر ويباع اللتر الواحد بالسعر المدعوم بمبلغ 410 ريالات والتجاري ب560 ريالا للتر الواحد نظب العشرات من طلاب الجامعة حضرموت وقفة أمام بوابة الجامعة احتجاجا على ارتفاع أجرة النقل والمواصلات وكان الطلاب والذين يقطنون خارج مديرية المكلة قد نظموا هذه الوقفة نظرا لارتفاع أجرة الباصات التي تقلهم إلى الجامعة ونتجت هذه الزيادة في الأجرة بسبب الارتفاعات الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية في ساحل حضرموت المحتجون طالبوا تدخل السلطات المحلية بوضع حلول تشمل تخفيض أسعار المواد البترولية لكي لا يكون لزيادات في الأسعار أثر ينعكس سلبا على العملية التعليمية للطلاب زودت السلطات المحلية في مدريات الوادي والصحراء بحضرموت المزارعين المحليين باحتياجاته من الأسمدة وبيعها بأسعار مخفضة عبر جمعية الفلاحة الحضرمية والإنتاجية ودشن عصام حبريش الكثير وكيل المحافظة عملية بيع الأسمدة للمزارعين بالمدريات بسعر التكلفة وذلك بعد أن تصاعد سعرها في السوق المحلية ليصل إلى 45 ألف للكيس الواحد مع تدهور العملة الوطنية وقامت جمعية الفلاحة الحضرمية بتوفير 5000 كيس من السمات بسعر موحد ومحدد بـ 28 ألف ريال للكيس الواحد وبنسبة تخفيض وصلت إلى قرابة 40% شهد سوق الفاخر التجاري بمحافظة الضالع إضرابا شاملا احتجاجا على الانفلات الأمني ومقتل صاحب خضروات على يد مسلحين قبليين وللمطالبة بتسليم المتهم إلى العدالة وقال مراسل يمن شباب إن سوق الفاخر أكبر أسواق المحافظة شهد إضرابا شاملا حيث أغلقت جميع المحلات التجارية فيها المطاعم يأتي ذلك على خلفية مقتل يوسف البعداني وهو بائع خضروات كان يملك بسطة من خضروات في السوق وقتل البعداني أثناء محاولته الدخول إلى مدرسة الشهيد محمد ناشر القريبة من السوق في محاولة منه لإنقاذ أطفاله من الموت عقب مهاجمة مسلحين قبليين لمبنى المدرسة على خلفية قضايا ثار إلى ذلك أعلنت إدارة المدرسة إضرابا مفتوحا وتوقيفا للدراسة في مهدد الأهالي وملاك المحلات بالتصعيد في حال عدم تسليم الجنات إلى يد الدولة والامتناع عن إقهام الأسواق العاملة أو العامة والمدارس في المشاكل الخاصة ترأس وكيل محافظة تعز دكتور عبد القوي المخلافي اجتماعا موسعا وذلك لمناقشة مستوى التحصيل مختلف الأوعية الإيرادية على مستوى المدينة والمديريات وأسباب تدني التحصيل وشدد الاجتماع الذي ضم مدراء المكاتب الإيرادية بالمحافظة على وقف التجاوزات وتدخلات من أي جهة كانت في تحصيل الموارد أو العبث بالمال العام وقال وكيل المحافظة أن جرائم المال العام لا تسقط بالتقادم مؤكدا بأن الحساب والعقاب سيطال كل مسؤول بدد أموال الدولة وشدد المخلافي على أهمية تفعيل فرع البنك المركزي اليمني بتاعز لضمان انتظام الجوانب المالية وفقا للقانون ويضمن إحارة المخالفين للمحاسبة وفقا لما يقررها القانون وحث وكيل أول الأجهزة الإيرادية بضرورة شمول كافة الأوعية الإيرادية وإخطاءها للتحصيل بالتواصل مع مدراء المدريات مع مراعاة ظروف المتخلفين عن السداد خلال الفترة المنصرمة من الحرب عند التحصيل والتعامل معها بمرونة وفق القانون ناقش المكتب التنفيذي في مديرية الشحر بمحافظة حضر موت في دورته العاشرة لشهر أكتوبر 2018 تقارير نشاط مكتب الواجبات الزكوية وتحصيل الواردات المحلية المشتركة وتقرير عن نشاط مكتب ضرائب واستعرض المدير العام لمديرية الشحر أمين سعيد بارزيق خطة المحافظ للتخفيف من أعباء الحياة المعيشية وما تم التوصل إليه من إنجاز البطائق التموينية بالمديرية من قبل اللجنة المكلفة مشيدا بمكتب المالية في ارتفاع نسبة إيرادات مديرية الشحر كما تم مناقشة تقارير نشاط المكتب مكتب الواجبات الزكوية وتحصيل الواردات المحلية المشتركة وتقرير عن نشاط مكتب الضرائب وأشهد المكتب التنفيذي بمكتب الواجبات الزكوية في زيادة الإيرادات ومكتب المالية لتحصيل الموارد المحلية والمشتركة كما تم تكريف مكتب السياحة بمتابعة الإدارة العامة بتزويد المكتب بالكروت لعمل مكتب السياحة قال مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعر إن العمل الجاري على ترتيب ونقل مكاتب التخلص الجمركي في ميناء الوديعة البري إلى مواقع جديدة ضمن خطة إنشاء مبنى يضم كافة فروع الوزارات بالميناء بنظام النافذة الواحدة لاستكمال إجراءات الوصول والمغادرة للمسافرين والبضائع بسلامة ويسر وأوضح الصيعر بأنه تم إنزال أول كارغانة في الموقع الجديد لمكاتب التخلص الجمركي في الميناء حسب الخطة المعدة بهذا الخصوص حيث تم لقاء ضم مدير عام ميناء الوديعة البري ومدير إدارة كهرباء القطن ونائب مدير عام الجمارك لمناقشة سبل نقل مكاتب التخلص الجمركي إلى موقعها الجديد وربطها بالتياري الكهربائي ونظام الجمركي وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ترجمة فعلية لمخطط الحركة الجديدة بالميناء بهدف ترتيب مكاتب الجهات ذات الاختصاص فروع الوزارات من أجل إظهار المرافق العاملة بالميناء بصورة حضارية ونموذجية قال البنك الدولي إن التوترات التجارية العالمية المتنامية تؤثر في أسعار السلع الأولية غير المرتبطة بالطاقة وتؤدي إلى تعديلات بالنقصة لتنبؤات الأسعار في 2019 وقال البنك الدولي في نشرته أفاق السلع الأولية لشهر أكتوبر إنه من المتوقع أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 74 دولارا للبرميل خلال 2019 مرتفعتان ارتفاعا طفيفا عن المتوسط المتوقع والبالغ 72 دولارا للبرميل في 2018 أما أسعار المعادن فإن التنبؤات تشير إلى أنها ستبقى بوجه عام مستقرة في 2019 وقال البنك في نشرته أنه من المتوقع لأسعار منتجات الطاقة التي تشبر النفط والغاز الطبيعي والفحم أن ترتفع في المتوسط بنسبة 33.3% في 2018 عما كانت عليه في العام السابق لكنها ستستقر بوجه عام في 2019 وتشير التنبؤات إلى أن أسعار السلع الأولية الزراعية ومنها السلع الغذائية والمواد الخامسة خفضا طفيفا في 2018 بفعل وفرة إمدادات المعروض والتوترات التجارية قبل أن ترتفع بنسبة 1.6% في 2019 وقال البنك الدولي في تقريره أن فرض رسوم وتعريفات على سلع أولية معينة أو على نطاق واسع هذا العام أدى إلى تقريص تدفقات التجارة وتحويل مسارها وتضخيم فروق الأسعار وأثر بوجه عام مخاوف من تراجع آفاق التجارة والنبو العالمي سجلت دبي خامسة أسوأ أداء بين مدن العالم في سوق العقارات الفخمة وفقا لمؤشرات المدن العالمية الرئيسية الصادر عن شركة نايت فرانك والذي نشرته وكرة بلومبرغ الأمريكية وقد تصدرت سنغافورا التصنيف العالمي في ارتفاع أسعار العقارات الفخمة متجاوزة هونغ كونغ إذ زادت أسعار مساكنها الفاخرة 13% في الربع المنتهي في 30 سبتمبر مقارنة بما كانت عليه قبل عام أما سبب ارتفاع أسعار مساكن سنغافورا الفخمة فيعزوه التقرير جزئيا إلى محدودية توفر العقارات الراقية ووفقا للتقرير فقد تراجعت هونغ كونغ إلى المركز الرابع عشر مع تحقيق مكاسب في الأسعار في الرابع أو في الربع الثالث على أساس سنوين بنسبة 5.5% فقط وكان أداء المدن في أوروبا متفاوتا إلى حد ما مثل إدنبرا ومدريد اللتاني كانت تحقيقان أداء جيدا ما جعلهما بين أفضل خمسة مراكز وانتقلت مدن أخرى مثل لندن إلى النطاق السلبي حيث انخفضت أسعار السلع الفاخرة فيها إلى 2.9% مع استمرار حالة الغموض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأخيرا هذه إطلالة سريعة على أسعار العملات موسيقى 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 كان هذا كل منذينه في نشرتنا الاقتصادية أشكركم على حسن المتابعة في أمان الله موسيقى موسيقى موسيقى